تخشى السلطات اللبنانية أن تتحول مواقع الجبهة الشعبية القيادة العامة في لبنان إلى ورقة تستخدم في تفجير الأوضاع الداخلية نظراً لمال هذه المواقع من أهمية استراتيجية وعسكرية ورسمت مصادر رفيعة المستوى للأم تي في خريطة وجود هذه المواقع وتوزعها ففي محافظة البقاء هناك موقع التل الأبيض غير بلدة الفعور عدد عناصره أربعون ويحتوي أسلحة خفيفة ومعدات موقع عين البيض كفرزبد مركز مهم للجبهة بداخله أنفاق ويحتوي أسلحة حربية وذخائر ويتواجد فيه 150 عنصران موقع قوسايا المعروف باسم مركز التسلح هو الأكبر والأهم تكثر فيه الأنفاق ويمتد على مساحة 7 كم في بطن الوادي عديده أكثر من 300 عنصران يتلقى الإمداد من سوريا مباشرة ويحتوي على أسلحة ثقيلة والدبابات ورجمات وصواريخ ومدافع ومضادات للطائرات ويمكن للعناصر داخله الاكتفاء ذاتياً مدة طويلة موقع حشمش يشرف على البقاء الأوسط والمواقع الحساسة التابعة الجيش اللبناني يتواجد فيه 100 عنصر مدججين بالسلاح موقع لوسيا السلطان يعقوب محصن وفيه مخازن أسلحة وعديده 50 عنصران موقع حلوة يرتبط بسوريا عبر الطرق فرعية ويفرض عليه حراسة مشددة موقع النعم الاستراتيجي المطلع على مطار بيروت والطريق نحو الجنوب وشوف يعرف بموقع الأنفاق لكثرتها عديده أكثر من 200 ويعتبرون من أبرز قوات الكوموندوس والعمليات في القيادة العامة منهم من شارك في تدريب عناصر من حزب الله وهو مجهز بمدافع من عيار 160 مليمتر ومدافع هون وراجمات وصواريخ منها 500 صاروخ كاتيوشا يمكن إذا قرر نظام سوري استعمال ورقة الجبهة الشعبية القيادة العامة بالواقع أن يؤثر على وضع الهدوء والاستقرار في لبنان كما أنه يمكن أن تتوجه هذه الورقة من أجل بالواقع التحرش بشمال إسرائيل وتتحدث المصادر للأم تيفي أن هذه المواقع لا تزال تحت سيطرة النظام السوري حتى الآن رغم التصدعات لا سيما بعد انشقاق فراس فضل سرور حفيد أمين عام الجبهة الشعبية أحمد جبريل ولكن احتواء الانشقاق مرهون بتطورات سورية وتتحدث المصادر عن ارتفاع وطيرة التنصيق مع حزب الله للحفاظ على تماسك المعسكرات ولخشة الحزب من تهريب الأسلحة النوعية التي تملكها الجبهة إلى الجيش السوري الحر ولا يمكن بالتأكيد التفكير باستعمالها هذه الورقة بشكل منفرد أو مستقل لأن هناك قوى أخرى أيضا تقع ضمن ما يسمى أو تحت شمسية جبهة الممانعة التي تأتمر بأمر سوريا وإذا كان النفاذ الجيش السوري الحر إلى دمشق مرجح من خاصرة اليارموك عبر خلق تواصل بين منطقتين التضامن والحجر الأسود هل يأتي رد النظام باستخدام هذه المعسكرات للنفاذ إلى الداخل اللبناني؟ اشتركوا في القناة